سعد بن معاف والسيادة السؤدد هذا شيء من الله فإن سعدا لم يكن كبيرا في السن لكنه لما أسلم لم يبقى أوسي إلا أسلم إلا وحد ثم أسلم بعد ذلك قبل وحد أو قول بدء لسؤدد سعد في قومه مع أن سعدا يومها لتوهي جاوز الثلاثين فلما مات تشهد علي رضي الله عنه نزل من السماء سبعون ألف ملك يشيعونه لكن أي سريرة هذه كانت في قلب سعد جعلت سبعين ألف ملك ينزلون ليشهدوا جنازته إن لسعد أعمالا وصرائر جعلت ذكره يشيع حتى في السماوات فلما مات حتى أهل السماوات لما شاع عندهم من ذكره الصالح وعمله الذي كان يرفع شعروا بفقد سعد فنزلوا يشاركون في تشيعه لأجل ذلك نزل سبعون ألف ملك فخرج صلى الله عليه وسلم يجر لداءه حتى لا يحب أن يغلبه أحد في الخير لا تنافسه الملائكة في أنهم يكرمون سعدا أكثر منه فخرج صلى الله عليه وسلم يجر لداءه ثم دفنه بعد الفلاغ من الدفن قال إن للقبر ضمه لو نجى منها أحد لنجى منها هذا العبد الصالح حتى قال عليه الصلاة والسلام إن حرش الرحمن اهتز لصعود روح سعد رضي الله عنه وهذا يعني أن الملأ الأعلى يحتفون بأرواح الصالح ورب رجل في الدنيا لا يعرفه أحد لم يظهر على الشاشات ويجهله جوانه وربما يموت ولا يدري أحد أنه مات ولا يحمل جنازته إلا قليل وترى الناس لا يذكرونه بعد موته بأيام ينسونه وربما يكون له من الأعمال عند الله ما يحتفي به أهل السماوات ويرفع مقامه ويمد له في قبره مد البصر ويرى من رحمة الله ما لا يرى فالأمور كلها سرائر نودع في القلوب وأعمال صالحة يتقرب بها إلى ألا من غيوب والموفق من وفقه الله والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر شكرا